طيب الخبر التالت وهو متعلق بشروط القيد اتحاد القرى بالامس اعلن شروط القيد بالنسبة للموسم الجديد انبارح كل الزملاء اتكلموا وقالوا الموعيد اللي اتحاد القرى اعلنها ان الاتحاد قرر فتح باب القيد الاول في الفترة من 30 8 الى 9 9 على ان تنتهي قوام الاضافة للقسم الاول في 20 9 وبعد كده قال الموعيد القسم الثاني والقسم الثالث والكلام ده كله وبيسمح لكل نادي بقيد 30 لاعب الاضافة لخمسة من موليد 99 وما بعدها طيب انا هنا عندي يعني معلومة في هذا الموضوع اولا الفيفا لما قالك تحدد موعيد القيد بيقولك الحد الادنى للقيد 12 اسبوع لو بصنا على المدة اللي حددها التحاد القرى واللجنة السلسية احنا نتكلم من 30 8 ل 29 احنا نتكلم في 21 يوم يعني اختصر الـ 12 اسبوع في 3 اسابيع 9 اسابيع احضرهم على الاندية في مسألة القيد في المرحلة الصيفية في المرحلة الحالية هترجع تقولي ما هو اصل الدوري هيخلص 26 27 8 فالوقت هيبقى ديئ هو كان عنده امكانية يخاطب الاتحاد الدولي ويطلب فتح استثنى للقيد والقيد يبدأ من اول 8 السنة اللي فاتت كانش بسبب جائحة كورونا الاتحاد الدولي كان فتح استثنى لكل الاتحادات بدون اي طلب رسمي لكن السنة دي في ظل جائحة كورونا لو اي اتحاد عنده مشكلة في القيد كان يطلب من الفيفا استثناءا يفتح قبل نهاية الدوري بشهر فلو كان الاتحاد او اللجنة السلسية او المهندس احمد ميجاد اتخذ هذه الخطوة كان على اقل مع الثلاثة اسابيع اللي حددهم من 30 8 ل 29 كان كمان قدر يحط لنا كمان 4 او 5 اسابيع فيبع عندك 7 8 اسابيع مش هقول مش عايزين الـ 12 كلهم اقلوقتي داية جدا لكن على اقل بدل من 3 اسابيع كان على اقل يبقوا 7 كان يبقوا 8 اسابيع تقدر تحدد قائمة الراحلين تقدر تحدد موعد القيد الفترة الاولى تقدر تحدد الصفقات اللي هتجيبها تأييدها امتى عشان كمان انت بتعمل دا عشان تفيد الاندية المصرية ما انت عندك النادي الايلا عنده مباراة سوبر يوم 24 تسعة بالموعد اللي تم يعلنها بالامس انا لو جاب صفقة جديدة وايتها مش هتلم معايا السوبر الافريخي اه ممكن بعض يقول لي ما دولي 32 في شهر عشرة مش هيفري كتير دول مطشين والمباراة تبقاش من نفس القوة بس عندي سوبر افريقي عندي مباراة كبيرة ومباراة مهمة وبطولة ليه الاتحاد ما يساعدنيش ويفتح القيد من بدري ويبلغ الفيفا ويفتح فترة القيد بدل ما تكون 3 اسابيع تبقى 7 اسابيع و 8 اسابيع ليه ليه ما نحاولش ينامل الهومورك بتاعنا ونزود المدة ونساعد الاندية وبعدين انت محدد من 38 ل 99 عشان القيمة الاولى هل انا اخلص الدوري 27 8 في ظرف عشر تيام هقدر اسوى اللعب اللي عندي عشان اطلعه اعرى واطلعه بيع ازاي يعني المواعيد دي مبدئيا عملت مشاكل فنية ومشاكل مالية لفترة جاء للانداف مسألة القيد دي نقطة النقطة التانية من 99 ل29 دي في الصفقات ما نضيفه عشان الدوري وعشان الكاس لكن افريقيا مش هستفيد بيها فلو كنت فتحت القيد بدري قبل نهاية الدور بشهر زي ما حصل السنة اللي فاتت من الفيفا قد تقدر الانداف تستفيد بأي صفقة تجيب عشان تستفيد بيها الفترة الجاية تحديدا انت عندك الآلة عنده سوبر افريقي فالمفروض كان اتحاد القورة لما يفكر في حاجة زي كده هو عارف الاستحقاقات الجاية للانداف المصرية وعارف ان عنده نادي مصر بيمثل مصر في بطولة افريقية كبيرة زي السوبر الافريقي فالطبيع ان نفتح له القيد واطلب من الفيفا وعمل الهومورك بتاعه عشان اساعد النادي المصري بتاعي اللي هو بيشارك في بطولات افريقية وبيشرف مصر وبيجيب بطولات باسمه مصر فبالتالي ما افتح القيد من شهر 8 اي صفقة هجيبها معايا في السوبر الافريقي اللي جاي في ماتش الرجاء لكن بالموعيد دي اي صفقة هجيبها الفترة الجاية مش هتتقايد في افريقي إلا في يناير يبقى بالتالي ما استفدتش بيها في السوبر الافريقي حتى كمال المدة اللي اتحطت من تلاتين تمانية لتسعة تسعة مدة دقيقة جدا الفيفا مديك اتناشر اسبوع في فترة الانتقالات الصيفية تخليها تلات اسابيع ما قد تزودها خليها سبعة خليها تمن اسابيع كده كده انت عندك في يناير فيه اربع اسابيع زي الفيفا مقام من واحد يناير اللي واحد تلاتي يناير اي انا مش عالة انا مش عالة عن فكرة بقى اللعب الفلسطيني واللعب العربي خمسة اجانب كل الامور دي زي ما حصل السنة اللي فاتت اللي قبلها لكن موعيد القيد كان مفروض تكون افضل من كده والمفروض الموانس احمد مجاهد كان رئيس لجنة شئ اللعبين وعارف التفاصيل دي فكنت اتمنى يساعد في الظل قبل ما اختم واطلع فاصل عندي معلومة اني عدد من الاندية سواء في مصر او خارج مصر طلبوا من الكاف مد القيد الافريقي لتلاتين تمانية فانت لما تجد حدد القيد من تلاتين تمانية ده انت حتى وانت عندك المعلومة بحاولتش تستفيد بفكرة ان في اندية طلبة مد القيد من الكاف عشان تقدر تأيد لعيبة لق روحت انت حطيت تلاتين تمانية على طول ففي جميع الحالات انت قفلت المسألة خالص بشكل صعب جدا على الاندية المصرية وعلى النادي الاهلي تحديدا في الفترة اللي جاية بسبب الموعيد اللي تم اعلانها بالامس لا تعليق